الآن هؤلاء شرافاء في مختلف الديانات في مختلف الانتماءات ولكن كيف ترى حسن أبوالي هذه الأصوات التي ارتفعت في أمريكا اللاتينية الرئيس الكولومبي بات أحسن من كثير من الرؤساء العرب والمسلمين الذين طبعوا مع الأدو الجامعات الغربية ودخلنا في مقارنات مع الجامعات في العالم العربي والإسلامي هل تصح هذه المقارنات؟ أولا أريد أن أقول جميل ما أسمعه من سيد الحمدادوش تلفوا داروا مراجعات هناك مراجعات كثيرة جدا يعني طيار الإسلامي في الجزائر نعرف يعني صحيح ما تخناش في صلب المراجعات ولكن عندما تسمع هذا الكلام تقول أن هناك مراجعات هناك مراجعات علمية دينية لماذا؟ هذا كان كلامه منذ البداية ماذا كان يقول عمرهم قالوا قضية حكر على المسلمين لأن الطيار الإسلامي بصفة عامة في الجزائر يعني يريد أن يجعل القضية قضية دينية يختطف يختطف القضية والآن ما نشاهده الآن هو أن القضية الفلسطينية تبنتها دول العالم كلها بنسبة لبلدان أو شعوب أمريكا اللاتينية هذا معروف يعني إديولوجيا هما يساندون كل حركة تحرر في العالم ضد غطرسة العالم الغربي ولكن الآن ما نشاهده هو بروز رأي العام في أوروبا وفي الغرب في جامعة الغرب يعني عندما نشاهد أكبر جامعات في حوالي 15 جامعة في الغرب بما فيها جامعات مثلاً هاربورد سيونسبو في فرنسا أوكسفورد جامعة مرموقة في العالم تتبنى وتساند القضية الفلسطينية هذا أعتقد أنه تحول جميل جداً بالنسبة للقضية الفلسطينية ولكل المراهضين لغطرسة إسرائيل ويجب أن نقول أن هؤلاء الطلبة الذين يتظاهرون اليوم سيكونون ربما رؤساء دولهم في سنوات المقبلة على الأقل سيكونون مدرع مؤسسة كبرى عندما تتكلم على MIT يعني كما يقول الله كريم دولار كريم تعالى العالم يتخرج من هذا المعهد هذا يشير يعني بدقة أمل بنسبة لفلسطين وبنسبة لكل من يساند القضية الفلسطينية أما فيما يخص العرب أظن أن ما يحدث الآن هو يعني أجمل شيء لاحظناه هو أن القضية الفلسطينية تبنتها دول غير عربية وغير إسلامية